اشتركوا في القناة 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 وما ننصحش الناس مش تستريمي ببروسيسور كاتكور ويتثريتز بشي تعبك على الأخر بالنسبة للستريميج تحب تستريمي ياخويا لازمك يكون عندك بروسيسور سيسكور دو سريتز أفارتين من الإيسانك الجيل العاشر أرخص بروسيسور يخليك تلعب وتستريمي بالمرتاح وعن تجربة عامين نخدم البروسيسور إذاك إما قلقني الجمل منتج نجم نستريمي نلعب أي لعبة نحب عليها أنا أقو مرتاح معايا على الأخر تركب له اير كولينج كولر ماستر اي بير دو ساندوز سبكترو مجربوا أنا الفونتولاتور إذا خوية عالمية سيلانسية ما تسمعش حسوه جملة قاعدت نخدم بي نرمال معامل ال اير كولينج باه بالنسبة للناس اللي عندها بي سي مثلا في الميد رينج نقولوا نحنا في الريزن سانت كاتلاف وستامية وجي تيك سالف وستامية 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 وكارت مير البيكات سانتونة ام ابرو ماكس دوما عامين التالي أكتريت الناس شريت منه وبرشة تابعوا فيها عنده بنفس البيسي هيدا شنو تنجم تبدل فيه أول حاج الكارت غرافيك بي حق دبر فيها خمسة مئة تلف كان هنظيفة نظيفة تزيد خمسة مئة دينار ولا ستة مئة دينار تاخو الRTX 3060 أول حاج بتجرب الريت ريسي اللي بسعتيك ألعاب في أم فيغانموت خي غياء وعندك ديال اساس البوست متاع الفريم ريت اللي هنا بيش تلقى روحك عملت أفار كبير ارتحت منها ديجال الكارت غرافيك دونك هذيك التطويره لازمك تعملها دونك الناس اللي عنده ميد رينج ماذا بيه تطور في الكارت غرافيك من بعد تتلهاب البروسيسور نجم تبدل في الريزن سيت 5700 ايكس بروسيسور طيارة عالاخر ويت كور سايز تريدس واللي هو سومو نورمال مو 800 دينار حسب ما نتفكر هبطت جديد لتونس في الفئة السعرية متاعه وطيارة عالاخر بالرسمي انا دجا كنت بش نخوم انو جيشت خاطر السرعة واخرت شوية في الديوانة ولدت زيت لميت شوية فلوس واخذيت الـ E5 2600 كار هذيه من ناحيط التطوير الجماعة اللي عندهم الاهلاقي هندي جا مطورين ما عند ربي ما نستحقش نعطيهم حتى نصيحة ثم اخطاء اخرين يجوني على الانستغرام يقول يخويا نحب على بي سي في 32 جيجا را وتلقاه مثلا اختيروا بالـ E5 ديزيام جينراسيون وGTX 1650 مش حرام خويا 32 جيجا را 6 جيجا دورام تكفي في الالعاب الوقت الحالي بش تلعبك هوا 8 جيجا تلعبك 90% من الالعاب مضمونة هي 6 جيجا دورام تلعبك جميع الالعاب وزيد تستريمي من فوق بش تزيد انتي 6 جيجا اخرين رام والناس كل تحب على الارجي بي والفازات اذيك الكل بش تكلفك 300 دينار عنددك 300 دينار فعطوا اخوانتي GTX 1650 اخوان GTX 1660 سوبر و LRTX 3500 ديجا بريس كفرت سومهم لانا بش تخرج انتي ربح وعالاخر زيتا دونك اذو بعض النصائح باختصار بايه بالنسبة للزاكسسوار عندك السوري الري دراجون كوبرا M711 احسن سوري في اقل من 70 دينار احسن كلفية جيمر احسن كلفية ميكانيك اقل من 70 دينار الري دراجون باندورا و الميكرو متاح نقارن فيه بالزيوس ايكس بايه التابي خوضوا اه فما في الري دراجون خويا سوزاكو فما في النيبتون دابلو روسكم المهم فما في ال اكس اكس لارج بداخل الناس اغلبناعا و تود وND طيارة . احسن اخي حاليا في تونس قيمة مقابل سعر le dragon azure اول حاجة فما 469 دينار في القفاة. اول حاجة فولها جديد يعني الف اثمانين فيه. اه ميا وخمسة وستين هرتز تودو رفريشيس مونتا حطان دي ريبونس انو ميليسوغون اي بييس فيه فريسينك بريميوم ودي سي اي بي فري تسعين بالمية بش تعطيك وضوح متاع الوين في الشيش. اذو ما الستة حاجات باربعمية وتسعة ستين دينار. يعني حتى في المستقبل كي بش تركي بارتيكس ترانت بش تلقى راحك جوك احلى جو. صحيح لازمك اكران بش تحسن في الكاليتين بتاع على لفي شاش. تعيش تجربة ممتازة في الجيميك اما حتى السومة ذكا طيارة علخ. بي. اي ذو ما اللي زكران. تحب على حاجة ما اكبر كما اللي عندي هنا اللي كرانيتا ذوما. شاريت منهم زوز. ركبتهم في بعضهم. زوز كالفولي مليون وميتي. اكم تشوفوا في الستة متاعي تبارك الله. اه سبعة وعشرين بوس. فول هاج دي. دال تحفية. ميا وخمسة ستين هرت. ستون دي ربونس اين ملسيجوند وزيت كوربت. دونك اذوما بعض الناس اح كما نقول ورؤوس اقليم باختصار. باختصار عام على الجيميك. وماذا بيكم الناس كل تشريوا ديسك توب وصيب عليكم اللابتوب. جزت العبد اللي تخدم صحيح. اللي تقرأ وتخدم وديما كل مرة في بلاسة. عندهم حق مش تشريوا لابتوب. اما انتي قعت في الدار. ما تشريش ما تشريش لابتوب. اشري دي جاك بتشوفوا اه اغلبية البواتية كلها مراوح. وجاوك احلى جاو بنسبة اللابتوب يبدأ صغير وقتها كل سقين بعضهم يسخن فيه. وحتى بش تاخو لابتوب مايسخن لكش برشة بش تلقى سومو غالي على الاخر. معنا انتي بش يوصل حتى الاربع ملايين ونص وخمسة ملايين واكثر. بينما نجيو نشوفو مقارنة بين بي سي في ارتيكس اربعين سابعين تي اي سومو خستة ملين وخمسة مية موجود في اس بي اس انفورماتيك. اه بش تاخو لابتوب في نفس البرفورمانس بتاعو بش تلقى في التسعة ملايين عشرة ملايين. دونك حرام في حراء. نزيد نعود لكم. اللي يخدم في الدار. ياخو دي سكتوب. ولا ذاكا يتلقل على روح ولازمو لابتوب. معنا مالاخر خدمتو طوحكم فيه من عرش قرايتو. فازيت هذيك الكل من حقو معنا بش يشري لابتوب. اهما مدام القاعد في الدار اخوية ولا قاعد في مكان واحد. تاخو دي سكتوب وجاوك به. بش اه في اللو اند بش تلقى فيه اليمونتاسيون اربعمية وثلاثين وات. لاغلبهم اغلب بوتيكات تبيع فيهم هكيك. تلقى فيه جرافيك انتي جري ما يستحقش مع انت بش اه تركب له كارت جرافيك. ما يقرأوش حساب انك بش تركب كارت جرافيك. دونك يركب له اليمونتاسيون اربعمية وثلاثين وات. يقول لك خليني نبيعه برخة السوق. بيه. بالنسبة لبسي اذيك اخوية اول حاجة تبدلو لاليمونتاسيون. بش الراكزوا على اليمونتاسيون وعندك ثلاثة انواع اخوية متخرشش منه. الكولر ماستر اللي هو الليدر متاع على اليمونتاسيون. الاف اس بي وعندك الام اس اي مارك. اذوما ثلاثة اخوية فئة سعرية متاحهم معقولة ياسر ونسكول تقدر تشريهم. وتضمن على البيسي متاعك يخدم لك جو بيه ما تصيرش فيه حتى مشكلة. دونك سرتي فيه لكل واموره مواضح به. دونك اذوما اغلب النصائح اللي ننصحكم به به. بالنسبة للستوكاج. عندك الاس اس دي والهاش دي دي. اللي عنده كما قلت لكم اول الفيديو. اللي عنده هاش دي دي يبدلوا باللس اس دي. اللي عنده اس اس دي صغير في البيسي متاع مثلا ميتين جيجا ولا مية وثمانية وعشرين. ميتين وخمسين جيجا ولا مية وثمانية وعشرين آآ جيجا. يخلي هذيك والبعض البروغراميات اللي بيش تتحقق في خدمته. وياخو انت يراه هاش دي دي على روحه انت يراه بشي هو نصحيح. اما كما نقوله بنسبة سبعين بالمية يستحق. ماذا بيك دي ما اخوذ انت يرا هاش دي دي مدامك عندك اس اس دي. اللي عنده اس اس دي ياخو هاش دي دي. ولي ما عندوش اس اس دي يشري اس اس دي. اذا اللي نجم ننصحكم به به. دونك اذوما اغلب النصائح العامة مختصر لحدي في فيديو ما طولتش فيه اكثر دونك تجمو تمشي وتشاركو في ما تنساوش. موجود على تابعوا وان شاء الله تكون انتوما واحد من رابحي. وان شاء الله الهر لحد بشي هبطوا الفيس. يلا شوفكم في فيديو جديد. سلام. اشتركوا في القناة